السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع فيديو جديد من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج ازايكم عاملين ايه يا ربكم خير في الفيديو بتاع النهاردة بازن الله نستعرض على حضرتكم برنامج من اقوى البرامج المجانية في صيانة وتسريع وتحسين اداء جهاز الكمبيوتر الخاص بحضرتك هو برنامج بي سي مانتجر طبعا البرنامج اللي قامت بتطويره وتحسينه هي شركة ميكروسوفت لو حضرتك حابب تعرف ان نزل البرنامج ازاي ونتعامل معا ازاي فابع معايا الفيديو لنهاي لما بنفتح البرنامج بتاع بي سي مانتجر زي ما حضرتك بتشوف دي دي الواجهة الرئيسية بتاحته لو حابب ان انا عامل عملية تسرية سريع لهذه الكمبيوتر بتاعه كل اللي انت بتعمل اللي بتضغط على كلمة بوست تمام ده بيبدأ تحسين لاداء الرامات وبيمسح الملفات المؤقتة اللي ياملهاش اي اي ما عندك على جهاز الكمبيوتر زي ما حضرتك شايف كده لو نزلنا على الخير التاني ده بيعمل فحص لصحة الجهاز بتاع الكمبيوتر تمام فكل اللي انت بتعمله بتضغط على بروسيد تمام كده هو هو بينتظر اه عملية الفحص اللي بيقوم بيها لتحسين صحة واداء جهاز الكمبيوتر الخاص بيك كل اللي انت بتعمله في الوقت ده بعد بعد عملية الفحص بتضغط على كلمة تمام نيجي للخيار اللي بعد كده ان هو بيعمل عملية تنظيف عميق للويندوز تضغط على اللي هو ديب تمام كده هيبدأ يعمل لك عملية فحص للملفات اللي هي ليس لها قيمة انت كل اللي انت بتعمله بتعلم له على الملفات اللي انت حابب ان انت تنظفها تمام كده هوت وحتى سلة المحزوفات تتأكد طبعا ان ما فيش اي حاجة فيها مهمة بالنسبة لك وتبدأ تضغط على عشان يعمل عملية تنظيف عميق للويندوز او لجهاز الكمبيوتر الخاص بك طبعا هننتظر لحين الانتهاء من عملية الفحص ونشوف ادي ايه الملفات اللي انا ممكن اتخلص منها زي ما حضراتك شايف كده في مساحة كبيرة جدا من الملفات تمام كده هوت حوالي اتنين جيجا ونص طبعا اه في ملفات هو مقدرش يمسحها ليبتع ميكروسوفت لان البرنامج شغال في الخلفية فانا عشان اتخلص من هذه الملفات اضغط على كلمة دية واضغط على تمام كده فيبدأ هو عملية التنظيف وابدأ اضغط بعد كده على كلمة فيخلصني من هذه الملفات طيب في برضو حتة حلوة جدا انه هو بيظهر لي العمليات اللي شغالة في خلفية جهاز الكمبيوتر بتاعك فاي عملية انت مش محتياج مش محتاج لها بت librate عملية انهاء ليها يعني مسلا ان ها ديت انا مش عايزة تشتغل فابدأ اعمل عملية انهاء ده طبعا بيحسن اداء وسرية جهاز الكمبيوتر تمام دي برضو انا مش محتاجها هابدأ اعمل لها عملية انهاء بتخلي بس العمليات اللي شغالة في الخلفية هي العمليات اللي انت محتاج ليها بعد ما بتخلص بترجع مرة تانية. طيب من ضمن الخصائص الجميلة اللي في البرنامج انه هو بيوري لك البرامج اللي بتبدأ مع بدء تشغيل الويندوز. طبعا ده بيأثر على سرعة جهاز الكمبيوتر. هنا انا اقافل كل العمليات اللي بتبدأ اه مع بداية الويندوز مع ده برنامج انترنت ده واللود منتجر. اول برنامج ده اللي انا في احتياج ليه مع بدء تشغيل الويندوز. لو راحنا للخيار التاني اللي هو خيار الحماية. زي ما حراك شايف كده. لو انت ضغطت على سكان هيبدأ يفتح معك برنامج الانتيفيروس ويعمل عملية فحص لجهاز الكمبيوتر الخاص بك. من الفيروسات. زي ما حضراتك شايف كده. اول ما ضغطت فتح على طول برنامج الحماية. وهيبدأ يعمل عملية فحص لجهاز الكمبيوتر. طيب. لو حضرتك حابب تعمل عملية تحديث لجهاز الكمبيوتر تضغط على ويندوز ابدت. تمام كده. هيزهر لك كل ملفات الابديت اللي ممكن انت تحملها على جهاز الكمبيوتر. تختار التحميل اللي انت حابب تثبته وتضغط على زي ما حضراتك شايف. لو رجعنا مرة تانية. هنا ان انت بترجع اعدادات المتصفح الى الاعدادات الافتراضية. تمام? اه لو رحت على ديت هو هيبدأ يعمل لي بحس اه او ديب العميق اللي احنا كنا لست عملناه. تمام كده هيبدأ يمسح كل الملفات اللي هي موجودة وليس لها قيمة على جهاز الكمبيوتر الخاص بنا. انا انتظر طبعا لما يبدأ عملية الفحص. ونرجع ليك مرة تانية. لو انا بصيت على عملية الفحص بتاع الفيروسات انا شغلتها زي ما حضراتك شايف كده. هو عمل يعمل عملية اه فحص للملفات اللي موجودة على جهاز الكمبيوتر لو ليه اي اه تهديدات او اي فيروسات هيقوم بمسحها. لو رجعنا لعملية البحسة العميق هتلاقي طبعا هنا ظهر ليك الملفات اللي ممكن يقدر يخلصك منها. تمام كده هوت? هتبدأ تعلم له عليها وتضغط على بروس. تمام كده? هيمسح هذه الملفات. لو رجعنا مرة تانية ونزلنا. هلاقي ممكن هنا تستعرض الملفات اللي انت قمت بتحميلها. لو ضغطت ليك على طول اللي هي التنزيلات اللي موجودة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. طبعا انا مش محمل اي حاجة. طيب. هنا بيبدأ يعملك اه بحص للملفات الكبيرة اللي موجودة على جهاز الكمبيوتر. كل اللي انت هتعمله. هتختار القرص اللي انت عايز تدور فيه على الملفات اللي وقده مساحة كبيرة وتضغط عليه فيبدأ يقوى على طول مساح لك الملفات اللي موجودة على جهاز الكمبيوتر ويقولك الملفات ديت هي الملفات اللي وقده حجم كبير زي ما حضرتك شايف. هنا ممكن بقى تختار اه قرص تاني وتبدأ تعمله عملية فحص. ممكن هنا تصنف الملفات الى فيديوهات او ملفات مضغوطة او صور او او ملفات اه صوت. فيه من ضمن الحاجات الجميلة اللي موجودة في البرنامج ان انت آآ يدور لك على الملفات المكررة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك وبعد كده تقوم حضرتك بمسحة. كل اللي انت بتعمله بتختار القرص اللي هو عايز يعمل لك عليه فحص. وانا افترض مسلا ان هو قرص السي او قرص مسلا الدي. وتبدأ تضغط. هو على طول هيبدأ يعمل لك عملية بحس عن الملفات المكررة. لو كان عندك ملفات متكررة هيوريها لحضرتك وانت تبدأ تمسح هذه الملفات اللي انت مش في احتياج بها. لو رحت على الخيار اللي بعده اللي هو هنا حضرتك لو انت حابب ان انت تمسح اي تطبيق من التطبيقات الموجودة على جهاز الكمبيوتر كل اللي انت تعمله اتقف عليه وتضغط على اللي هو شكل سلة المحذوفات هيبدأ يعمل لك عملية آآ. للآخر بقى طبعا هنا مجموعة من الادوات اللي بتساعدك في آآ جهاز الكمبيوتر يعني مثلا لو حابب ان انت تعرف الطقس هتضغط عليها هيزهر لك على طول الطقس اللي موجود في المنطقة اللي انت متواجد آآ فيها. طبعي ما حضرتك شايف. هنا لو كنت بتدور على صور. هنا لو كنت عايز تعرف اسعار العملات. لو انا ضغطت عليها يبدأ يزهر لك على طول اللي هي اسعار العملات المحلية اللي موجودة في المنطقة اللي انت عايش آآ فيها. طيب نيجي الاخر حاجة بقى هو ازاي نحمل هذا التطبيق ونتخليه موجود على جهاز الكمبيوتر الخاص بينا. كل اللي انت هتعمله. هتفتح المتجر بتاع شركة ميكروسوفت. وبعد كده هتكتب هنا في خانة البحس ميكروسوفت بي سي ماندش. تمام? وتسيبه يعمل عملية بحس عن هذا التطبيق. زي ما حضرتك شايف كده هيبدأ يزهر معاك اللي هو ميكروسوفت بي سي ماندش. كل اللي انت هتعمله هتضغط عليه. تنتظر لحديثنا الصفحة بتاع التطبيق تفتح معاك بالصورة اللي انت شايفها. طبعا عشان انا ميثبت التطبيق قبل كده على جهاز الكمبيوتر فهنا بيقولي اضغط على فتح. لكن حضرتك لما تكون لسه ميثبتوش قبل كده هتلاقي هنا موجود كلمة تثبيت. كل اللي انت هتعمله تضغط على تثبيت وتنتظر لما يتم تثبيته على جهاز الكمبيوتر بتاعك وتستفيد من كل الخصائص اللي موجودة عليه. طبعا هو برنامج مجاني بالكامل اللي عملت على تطويره. شركة ميكروسوفت فطبعا برنامج قوي جدا بيفيدك على جهاز الكمبيوتر والميزة اللي فيه ان هو بالمجان. طبعا بكده الفيديو بتاعنا النهاردة يكون انتهى. لو انت استفدت منه وتعلمت شيء جديد ما تنساش طبعا ان انت تدعمنا باللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلك منا كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.